نشرة اخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان اهلا بكم قبل ساعات من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف بتأليف الحكومة وفي ضوء ما عنكسته اجواء اجتماعات الكتل النيابية تعززت اكثر فرص رئيس حكومة تصريف الاعمال ناجد نيقاتي للحصول على العدد الاكبر من الاصوات في استشارات الخميس ففيما تتجه كتلة التنمية والتحرير التي تضم 15 نائبا لتسمية ميقاتي وعلى غرارها كتلة الوفاء للمقاومة بالعدد نفسه يضاف اليهما البعض من نواب اللقاء التشوري في عكار والتكتل الوطني المستقل الذي يرأسه طوني فرنجي وكتلة المشاريع وبعض نواب بيروت وبانتظار معرفة توجه كتلة نواب الارمن نكون امام تكليف ميقاتي بنسبة تلامس الخمسين صوتا قابل للزيادة او النقصان فيما ستذهب اصوات اللقاء الديمقراطي والكتائب وربما بعض تغييريين لسفير السابق نواف سلام مع حسم تكتل الجمهورية القوية موقفه بعدم تسمية اي شخصية وابقاء تكتل لبنان القوي الباب مفتوحا على اي اسم تغييري بحسب مصادر التكتل الذي يجتمع بين اليوم وصباح الغد في وقت اعلنت الكتلة السيادية المستقلة مؤلفة من اربعة نواب عدم تسمية ميقاتي ومن خارج الحدود تأكيد سعودي اردني لاهمية الحفاظ على امن لبنان واستقراره ودعوة لاجراء اصلاحات شاملة لتجاوز ازمته الحالية الى ذلك نقلت رويترز عن مصدرين لبنانيين رسميين ان فريقا من شركة تطقيق الحسابات الامريكية الفاريز اند مارسل سيصل الى لبنان في 27 حزيران ويبدأ تطقيقا جنائيا طال انتظاره للمصرف المركزي وذلك غدا تتحميل حاكم المركزي السلطة السياسية مسئولية القرارات الخاطئة اذا كتلة التنمية والتحرير تعلن اسم مرشحها الخميس بعد لقاء رئيس الجمهورية لحكومة تراعي في التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي كتلة التنمية والتحرير النيابية اعلنت بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب نبي برري تمسكها واحترامها للقواعد والاصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف في الاسعقاق الحكومي وعليه سوف تعلن الكتلة اسم مرشحها لتشكيل الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد المحدد لها واضافت لحكومة تراعي في التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي الدقيق في الشأن المتصل بالاستشارات النيابية تؤكد الكتلة تمسكها واحترامها للقواعد والاصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف في الاستحقاق الحكومي وعليه سوف تعلن الكتلة اسم مرشحها لتشكيل الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد المحدد لها بعد ظهر يوم الغد آملة عن تفضي الاستشارات لانجاز حكومة وطنية جامعة قادر على مجابهة التحديات التي تطقي القاهل اللبنانيين لا سيم اقتصادياً صحياً ومالياً حكومة راعي في التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي الدقيق الذي لا يحتمل العبث والاستفزاز السياسيين فالجميع مدعو في هذه اللحظة الوطنية الدقيقة إلى تقديم ما يجمع بين اللبنانيين ونبد ما يفرق بينهم من جهة ثانية دعت الكتلة وزارة الصحة إلى وجوب المبادرة الفورية لتأمين الأدوية والمسلزمات الطبية لذوي الأمراض المزمنة خاصة مرضى السرطان فلا أولوية يجب أن تتقدم على أولوية الصحة وغذاء اللبنانيين كما ناقشت الكتلة شؤوناً تشرعية واتخذت القرارات الملائمة بشأنها إذن تكتل الجمهورية القوية لا يسمي أحداً لرئاسة الحكومة لأن الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المعاصفات المطلوبة وفق الجمهورية القوية فهل يشارك في الحكومة العتيدة؟ حسم تكتل الجمهورية القوية موقفه بشأن الاستشارات النيابية الخميس وأكد رئيس التكتل سمير جعجع أن التكتل لن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة وأنه في ظل وجود الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة لا أمل بتغيير كبير يمكن أن تنجزه أي حكومة وحول عدم تسمية التكتل للرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة أعاد جعجع ذلك لأن ميقاتي مع تشكيل حكومة وحدة وطنية معتبراً أن هذا النوع من الحكومات يؤدي إلى شلل في السلطة التنفيذية أنه رئيس نجيب ميقاتي بالفعل يعني حد جهد كبير تنظم انتخابات يصعب تنظيمة بظروفها اللي كان فيها لبنان والانتخابات كانت منى قليلة من ناحية النزاهة والاستيقامة أوكي من جهة تانية طبعاً حد جهد كبير بما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولة يبقى على أنه رئيس ميقاتي في كتار من المواصفات اللي نحن حطينا مشين رئيسة الحكومة يعني من متوفرة عنده بالأخص رغبته الدائمة بتشكيل حكومات وحدة وطنية أما فيما يتعلق بالسفير نواف سلام فأشار جعجع إلى أن موقف الأخير حول هذا الموضوع غير واضح مضيفاً أن القوات كانت من أوائل من سمى سلام سابقاً ولكن منذ ذلك الوقت لم تلمس جدية لديه بتحمل المسئولية ورداً على سؤال لتليفزيون لبنان حول المشاركة في الحكومة العتيدة قال جعجع اليوم أنتوا ما سميتوا حداً لتشكيل الحكومة ولكن هل القوات لح تشارك بالحكومة؟ حسب أي حكومة وحسب وين إذا عم تسألين عن هلا أنا عدتنا أن إحنا أكدتنا أنه ما في حكومة هلا بكل صراحة بوجود الرئيس هون ما في حكومة أو حكومات معطورة وبالحالتين ما رح نشارك إذا ما في حكومة كيف بدنا نشارك وإذا حكومة معطورة ما رح نشارك فيها يعني مش موقف ما بدأ ما مشارك بالحكومة بالعكس بدنا نحط كل جهدنا تتشك الحكومات مثل ما لازم تنشارك فيها وكان جاجا قد تطرأ إلى الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري مؤكدا أنه وبعد التوصل إلى الحقيقة يبقى تحقيق العدالة عبر تنفيذ الحكم وهذا نعتذر إذن عن هذا الخطأ التقني من جهته أعلن النائب نشال معوض خلال مؤتمر صحفي قرار الكتلة السيادية المستقلة التي تضوم النواب فؤاد المخزومي أشرف ريفي وأديب عبد المسيح عدم تسمية أي مرشح من المنظومة وتحديدا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتل رئاسة الحكومة قائلا سنسعى جاهدين لخلق حالة وازنة في مواجهة تسمياته موقفنا واضح جدا أكيد نحن متفهمين أنه لن نصوت أو لن نسمي أي مرشح من المنظومة لرئاسة الحكومة وبالذات الرئيس نجيب مقاتل اللي نحن عنا وصف واضح لأقلو بأنه هو جزء من هذه المنظومة هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة اثنين أمام الطرحين الموجودين اللي هن سفير نواف سلام أو الورقة البيضاء بالساعات الجاية نسعى جهدنا تنشوف كيف بدنا نقدر نحن نجمع الجهود تنقدر نخلق حالة وازنة بمواجهة تسمية الرئيس ميئاته قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولجومبلاط عبر تويتر إنه في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة وفي انتظار الإصلاح في القطاعات الأساسية وكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة نتمنى أن تقرن هذه البيانات بالأفعال وفي مقدمتها الدعم المدي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تمر بأصعب الظروف المعيشية والتي ترعى أمنة وسلامة البلاد أعلن النائب أحمد الخير خلال مؤتمر صحفي عن تشكيل تكتل نيابي تحت اسم تكتل الاعتدال الوطني يضم نواب وليد البعاريني محمد سليمان سرجع عطية عبد العزيز الصمد وأحمد رستوم بالإضافة إلى النائب السابق هديح بيش الذي سيكون أمين سري تكتل والعمل على استكمال المشاريع العامة المركزية في الشمال والبنى التحتية ودعم الطبابة والاستشفاء والأمن الغزائي لأبناء المنطقة حماية حقوق المودعين والعمل على حماية الوداء الصغرى أولا وإيجاد حل مقبول للوداء الكبرى الدفع باتجاه استخراج النفط من المياه اللبنانية وذلك بالابتعاد عن المزايدات والصغائر ورهن مصير لبنان وسروات شعبه بالإرادات الخارجية العمل على إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية وتحمي نفطه وحدوده من العدو عبر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه بعد تسجيل خمسين حالة تسمم غذائي في منطقة البقاع من جراء أكل اللحوم النيئة قامت مصلحة الصحة في البقاع بفحص اللحوم في أربعة ملاحم موزعة في سعدني الورياق ورشية وبعد إثبات الفحصات بأن اللحوم التي تبيعها هذه الملاحم ملوثة قامت مصلحة الصحة في البقاع بإقفال الملاحم الأربع بالشمع الأحمر بعد أخذ الإشارة من المدعي العام ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي استدعت الاستشفاء بلغ سبعاً وثلاثين حالة وعولجت على نفقة وزارة الصحة المدرية العامة لرئاسة الجمهورية اتخذت الإجراءات اللازمة لمواكبة الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية غداً لتسمية رئيس للحكومة بدءاً من العاشرة قبل ظهر الخميس يجري رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتأليف الحكومة الجديدة ووفق البرنامج الذي أذعته المدرية العامة لرئاسة الجمهورية تنتهي الاستشارات في الساعة الخامسة إلا ربوعا بعد الظهر وقد اتخذت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الإجراءات اللازمة لمواكبة هذه الاستشارات التي يفترض أن تنتهي بدعوة الشخصية التي يختارها النواب لقصر بعبدة لتكليفها تأليف الحكومة العتيدة رئيس الجمهورية العماد عون أجرى مع النائب عن دائرة بيروت الثانية إدجار الترابلسي جولة أفق في الأوضاع وفي مقدمتها الاستشارات النيابية المقررة القميس لتسمية رئيس الحكومة الجديدة والوضع الاقتصادي ووجوب الإسراع في معالجته كما تطرق البعث إلى مسألة التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان ومستقبل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية وأشار النائب ترابلسي إلى أن أوضاع الجامعة اللبنانية والأقصار المدرسية استأثرت بحيز كبير من البحث مع رئيس الجمهورية الذي يتابع هذا الملف ويعمل لإيجاد حلول سريعة له وعرض رئيس الجمهورية مع الوزير السابق كريم باقرادوني التطورات السياسية الأخيرة ومرحلة ما بعد تأليف حكومة جديدة الرئيس عماد عون التقى قائد الجيش النيبالي الجنرال براهرو رام شارما الموجود في لبنان في زيارة لتفقد القوة النيبالية في قوات اليونيفل في الجنوب الرئيس عون نوها بدور القوة النيبالية في الجنوب على صعيد حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وهي خامس أكبر قوة دولية في اليونيفل وتضم 872 عنصرا ووجه التحية إلى تضحيات العسكريين النيباليين خصوصا أن 30 عنصرا منهم استشهدوا على أرض الجنوب مقدرا التعاون القائم بين العسكريين النيباليين والجيش اللبناني والخدمات الاجتماعية التي تقدمها القوة النيبالية للأهالي والسكان الجنوبيين الجنرال شارما أعرى عن سعادته لوجوده في لبنان مشيرا إلى أن المشاركة النيبالية في اليونيفل تشكل ترجمة للعلاقات الدبلوماسية التي أقيمت بين البلدين عام 1963 ونقل شارما إلى الرئيس عون تحيات رئيسة النيبال بيديا ديفي بهنداري وتمنياتها للبنان بالتقدم الاستقرار والخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها الآن سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات وزارية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وزير الزراع عباس الحج حسن وضع الرئيس ميقاتي في انتخاب لبنان كرئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية معتبرا أن هذا المنصب هو دليل على قدرة لبنان من خلال الزراع والقطاع الزراعي على شبك علاقات بينية مع الأخوة العرب كما وضع الرئيس ميقاتي في الإضراب المستمر للقطاع العام ونقل وزير الزراع عن الرئيس ميقاتي تأكيده أن هذا حق مكتسب للموظفين كما كان هناك تمنن أن يكون هناك تفاعل في تسهيل أمور المواطنين المصدرين في القطاع الزراعي والحاجة إلى تجنب أي تأخير وزير الزراع أعلن أنه سيؤكد خلال مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة أكساد على موقف لبنان الذي يريد الشراكة التاريخية مع كل الأخوة العرب ومن الوزراء وزير السياحة وليد نصار الذي بحث في الترتيبات لحملة أهلبها الطل مع الرئيس ميقاتي مشيرا إلى تحضيرات لمطار بيروت وبعض الإجراءات العملية مضحا أنه سيلتقي وزير الأشغال والنقل علي حمي لوضع برنامج مكثف للتمكن من تحسين بعض الأمور التنظيمية في مطار بيروت بالتعاون مع إدارة الطيران المدني وفي السراي الحكومي اجتماع خصص للشأن التربوي رأسه الرئيس ميقاتي بمشاركة وزير التربية عباس الحلبي الذي عرض مع الرئيس ميقاتي الاستعدادات اللوجستية والإدارية للامتحانات الرسمية مؤكدا بأنها ستبدأ بمواعيدها المقررة كما جرى عرض لحقوق المعلمين واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر يسين الذي أطلعه على الخطة الاستراتيجية لحرائق الغابات وأجرى الرئيس ميقاتي اتصالات لتأمين الاعتمادات اللازمة من أجل دفع التأمين للدفاع المدني ومن زوار السراي الحكومي وزير الإعلام زياد المكاري وجرى البحث في شؤون وزارة الإعلام واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الدفاع موريس سليم كما استقبل محافظة بيروت مروان عبود والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران وتم خلال اللقاء البحث في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من الحصول على أموالها لدى مصرف لبنان من أجل شراء المزوط لتشغيل المنشآت والتمكن من توزيع المياه وبعيدا عن اللقاءات مع الوزراء بحث الرئيس ميقاتي مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هونشتاين في نشطات ومشاريع البرنامج وزير الإعلام زياد المكاري تفقد إذاعة صوت لبنان في الأشرفية وتمنى أن يصبح بث المؤسسات الإعلامية الرسمية بالصوت والصورة قريبا وزير الإعلام في حكومة تصريف العمل زياد المكاري أعرب عن أسفه لأن لا قدر للمؤسسات الإعلامية الرسمية على العمل كصوت لبنان آملا خلال تفقد إذاعة صوت لبنان في الأشرفية أن تحل هذه الأمور قريبا وأضاف أن إذاعة صوت لبنان هي جزء من طفولتنا وتذكرنا بأيام الحرب والسلم وزير الإعلام جال في الأقسام واطلع على التقنيات الحديثة والبرمجيات المستخدمة في العمل الإذاعي والانطلاق الجديد لصوت لبنان بعدما بات بثها بالصوت والصورة عبر موقعها الإلكتروني تشرفت اليوم بزيارة صوت لبنان، إذاعة صوت لبنان بالأشرفية كنت دائماً كلما أمر من هولو بدي شوف شو عم بيصير جوا أنا كتير مبسوط اليوم وفخور بالشغل اللي شفته زعلين لأنه نحنا كمؤسسات دولة ما عم بيكون عندنا القدرة للأسف أنه نشتغل هيك لأنه مكبلين بكتير أصاص إن شاء الله كله بيتفكفك قريباً وكتير مبسوط أنه عم شوف داش فيه طاقات لبنانية وداش فيه طاقات بالإعلام موجودة أنه عملوا من لا شيء عملوا شيء كتير كتير مهم ونحنا نحب نستفيد من خبرتهم يعني بكل طواضع ونقدر نعمل شيء مثل ما هني عم بيعملوا هون وبحب أقول أنه إذاعة صوت لبنان هي إذاعة كمان جزء من طفولتنا ومن أيامنا بتذكرنا أيام بالحرب بس كمان بتذكرنا بالسلم وكتير مبسوط وفخور وبدأ يحيي كل الفريق يلي كان هون وبرم معنا وقالله يقوي هون المدير العام لإذاعة صوت لبنان أسعد مارون أبدى الاستعداد التام للتعاون مع الإعلام الرسمي منوها بجهود الوزير في متابعة قضايا الإعلام والإعلاميين وتأكيد حرية الرأي شرفنا اليوم معالي وزير الإعلام زياد المكاري بزيارته للحقيقة هي زيارة عزيزة نحنا منحط إيدنا بإيده منحط كل طاقات إذاعة صوت لبنان من أجل الإعلام الحر باللبنان تلفزيون لبنان هو مؤسسة عزيزة مؤسسة جيدة يجب هي كانت متقلقة ويجب أن تبقى متقلقة على الدوام صوت لبنان هي منبر حر منبر متاح لكل الناس عملنا نحن خطوة متقدمة انتقلنا من كإذاعة كوسيلة أعلامية مسموعة تقليدية إلى وسيلة أعلامية مسموعة ومرئية تأتي زيارة الوزير مكاري إلى مبنى إذاعة صوت لبنان في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها على مختلف وسائل الأعلام وزير صحة فراس الأبيض يؤكد أن أدوية الأمراض المستعصية سيتم تأمينها على الأقل في الأشهر القادمة وستكون متوفرة في الأسواق نحن عنا صناعة محلية ممتازة وحقيقة هذا منشوفها بأدوية الأمراض المزمنة مشكلة أنه للصناعة المحلية تقدر تعمل أدوية الكانسر وخاصة الأدوية المتقدمة هذه ترخيص من الشركات التي طلعت بالفكرة نحن لما بلش موضوع الدعم كان تقريباً الرقم الذي يذهب إلى أدوية الأمراض السرطانية تقريباً حوالي 13 مليون دولار نحن باللي طلعناه مبارح الليستة الأدوية اللي بدنا نستوردها تقريباً المرصود لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية حوالي 20 مليون دولار فنحن خلال الخطة اللي كنا عاملينها لترشيد الصرف على الأدوية كان واحدة من أهدافها أنه نحن نزيد الكمية المرصودة لأدوية السرطان لحتى يتأمن كميات أكبر أحال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصرف الأعمال أمي سلام اليوم إلى النيابة العامة المالية إخباراً موثقاً بالأرقام والأدلة يظهر جشع محتكري لقمة العيش طالباً تحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكون عبرة لكل ما يتجرأ على الاستثمار في وجاع اللبنانيين جدد مصرف لبنان تعميم رقم 158 بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجب إلى المصارف وبموجب التجديد للتعميم 158 عدل المركزي بعض البنود فبات بإمكان الموضع استخدام الأربعمائة دولار التي يحق له استخدامها فقط في البطاقة على سعر صرف 12 ألف ليرة على يدفع فيها بعض الضرائب والرسوم والفواتير مثل الكهرباء أحييكم من شديد لجنة الصحة المعنية شددت على وجوب أن تضع الحكومة ومصرف لبنان أولوية تأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية فوق كل اعتبار ولجنة نيابية تضع منهجية عملها ناقشت لجنة الصحة النيابية منهجية عملها بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال دكتور فراس الأبيض وتطرقات إلى الملف الصحي رئيس اللجنة النائب دكتور بلال عبدالله أكد العمل على تشكيل فريق للضغط المباشر على المعنيين في الحكومة ومصرف لبنان لتأمين التغطية الصحية المطلوبة لأدوية الأمراض المستعصية نؤمن التغطية المطلوبة للأدوية السرطان الأدوية للأمراض المستعصية وواضح كلفتها ملنة كبيرة كلفتها بحدود مكسيوم 10 ملايين دولار شهريا وأنا رأيي هذا المبلغ يجب أن يعطى أولوية فوق كل الأولوية لجنة الشؤون الخارجية عقدت اجتماعها الأول وتأكيد على تفعيل اللقاءات الديبلوماسية كان فيه توافق أنه نفعل اللقاءات مع السفراء والمؤسسات الدولية المعنية في لبنان كمان لنشوف كمان لبنان كيف ممكن يستفيد من شعب تقدر تقدمه كان فيه كمان اتفاق أنه نفعل الديبلوماسية البرلمانية والاقتصادية كمان لأنه هذا يعتبر دور أساسي للجنة كان فيه كلام عن تفعيل لجان الصداءة بمجلس النواب لنقدر كمان يكونوا منصة لأنه لنتواصل مع لجان الصداءة بالعالم الخارجي لجنة الشباب والرياضة اتطلعت من وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على تحضيرات الاعتماد بيروت عاصمة للشباب العربي لعام 2022 وكمان كان في نقاش حول تمويل هذه النشاطات من مال في مجلس الجامعة العربية اللي هو مساهم بهذا النوع من النشاطات على الصعاد المالي لكن أكيد هذا المال لن يكفي وبالتالي كان في اكتراحات بإشراق القطاع الخاص بهذا الموضوع أما الموضوع وصار في اتفاق مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة التنصيق لأن هذه النشاطات مهمة لعطاء صورة إيجابية عن الواقع اللبناني لاستقطاب الشباب العربي نائب رئيس نجلس النواب لياس أبو صعب عرض للأوضاع العامة مع كل من سفيري رومانيا وإستراليا والتقى لجنة من أهالي الموقفين في قضية انفجار مرفأ بيروت كما استقبل وفدا من لجنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ وتم تطرق إلى العرقيل الموجودة وسبل معالجتها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبدالله تفدريان عرض مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد من الحركة التطورات التي تعيشها المنطقة ويعيشها لبنان وواقع الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية هنية نوها بدور المفتي بدعم القضية الفلسطينية وأشار إلى أن لبنان له كل الحق بحدوده لأن الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب ولا يجوز له إطلاقا أي حق لا في داخل أرض فلسطين ولا في الحدود مع لبنان المفتي داريان عرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وتعزيز العلاقات بين البلدين مع سفير بريطانيا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصرف الأعمال عباس الحلبي أطلق الصندوق الاعتماني لتربية لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحوكم الفاعلة في قطاع التعليم بمشاركة عدد من سفراء الدول المانحة بن سلمان يصل تركيا والأردن يؤكد على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة وحتى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحاله في تركيا المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الإقليمية التي شملت كل من مصر والأردن بمراسم رسمية استقبله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة وعلى وقع النشدين الوطنيين لتركيا والمملكة العربية السعودية ضرب الزعيمان عرض الحائط سنوات التباعد الأجندة الرئيسية للمحادثات بين القطبين تركز على الاقتصاد حيث ستتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية ومن المتوقع توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة كما ستتناول المباحثات ملفات سياسية زيارة الأمير بن سلمان لتركيا التي تأتي بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس التركي للمملكة تلت محطة بن سلمان في الأردن التي لا يمكن وصفها بالعادية أو العراضية فهي بالحد الأدنى إعادة خلط للتحالفات ولي العهد السعودي في الأردن الحدث هنا فهي زيارة هي الأولى منذ سنوات وهي إعادة للعلاقات لمسارها الطبيعي بعد تباينات وتوترات دامت لسنوات فما النتائج؟ الحصاد الأولي الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة البلدين وهذا ما شدد عليه الأمير محمد بن سلمان بعد عقده مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحضور الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مؤكدا حرص المملكة على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين العاهل الأردني من جهته شدد على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة كما قدم لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات بين البلدين مع تأكيد الفريقين على الاعتزاز بمستوى العلاقات السنائية بين البلدين لبنان لم يغب عن أجندة اللقاء فالبيان المشترك الختمي للقمة أكد ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية والتزام حزب الله بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها كما عبر البيان عن القلق من نفوذ إيران الإقليمي وتدخلها في دول عربية من ضمنها لبنان كما تتوجس من برنامج إيران النووي وقدراتها الصاروخية أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح لمجلس النواب ودعوة إلى انتخابات عامة مؤكدا تمسك بالدستور وعدم تعديله أو تعطيله وأشار ولي العهد الكويتي في خطاب إلى وجود أخطار تحيط بالكويت من كل جانب وإلى التصدع بين السلطتين التشرعية والتنفيذية ما زال المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه والزهاره ورفاهية شعبه تحيي روسيا ذكر غاز قوات ألمانيا النازية تحت قيادة هتلر في الحرب العالمية الثانية على وقع استمرار القتال في أوكرانيا لا تزال القوات الأوكرانية والروسية متشبثة بموقعها في ساحات القتال بشرق أوكرانيا ومالت كافة القتال في الحرب المستمرة منذ أشهر لطالح روسيا في الأسباع القليلة الماضية بسبب تفوقها الهائل في قوة نيران المدفعية وهي حقيقة اعترف بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في خطاب ألقاه وقال فيه يعزز الجيش الأوكراني دفعاته في منطقة لوغانس بفضل المناورات التكتيكية هذه حقا أصعب بقعة وعلن زيلنسكي أنه بنفس القدر من الفعالية التي نناضل بها من أجل اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا إيجابيا بشأن حصول أوكرانيا على وضع مرشح فإننا نكافح أيضا كل يوم من أجل أسلحة حديثة لبلدنا وفي قرار رمزي أعلن ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن تصبح أوكرانيا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي الخميس على المقلب الروسي فإن 22 حزيران هو يوم الذكرى والحزن الذي يصادف غزو قوات ألمانيا النازية تحت قيادة هتلر الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ويضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقى من الزهور تأبينا للقتل وأحياء لذكرى الغزو كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وصائق تعود إلى بداية الحرب العالمية الثانية وتظهر فيما يبدو أن ألمانيا كانت تعتزم الإدعاء بأن الجيش السوفيتي يقصف الكنائس والمقابر لتبرير غزوها وقالت وزارة الدفاع الروسية مثل ما يحدث حاليا أعد النازيون عام 1941 لإستفزازات من أجل تشويه سمعة دولتنا ميدانيا أحرزت القوات الروسية والانفصاليون في شرق أوكرانيا مزيدا من التقدم إذ تقدموا سوب مدينة لتشانسك المعقل الرئيسي للقوات الأوكرانية في دونباس لكن ورد أن قوات أوكرانية ما يقدر بنحو خمسمائة مدني ما زالوا محتجزين في مصنع كيمويات في مدينة على الدفة الشرقية على الرغم من القصف العنيف المستمر منذ أسابيع سياسيا ردا على العقوبات الغربية بدأت روسيا ضخ كميات أقل من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وحددت دول الاتحاد الأوروبي من بحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأدرياتيكي في الجنوب إجراءات للتعامل مع أزمة الإمدادات بعد الغزو ووضع الطاقة في قلب معركة اقتصادية بين موسكو والغرب وحذرت روسيا ليتوانيا من أنها ستواجه إجراءات ذات تأثير سلبي شديد لمنعها وصول شحنات بالسكك الحديدية إلى كالينجراد المطلة على بحر البلطيق في موسكو زلزال بقوة ست درجات يهز شنوبا شرق أفغانستان ويوقع ألف قتيل أعلن المسؤولون في إدارة الكوارث أن عدد القتلى جراء زلزال ضرب أفغانستان بلغ ألف قتيل فيما أصيب أكثر من 600 شخص وسط توقعات بارتفاع الحصيلة وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إفغانية منازل تحولت إلى أنخاض وجثة ملفوفة بأغطية على الأرض وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن طائرات هاليكوبتر نشرت في إطار جهود الإنخاض لتسهيل الوصول للجرحة ونخل الإمدادات الطبية والغذاء وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال هو الأسوأ منذ العام 2002 ووقع على بعد 44 كم من مدينة خست في جنوب شرق أفغانستان خرب الحدود مع باكستان وستشكل جهود إنخاذ اختبارا كبيرا لطالبان التي استودت على السلطة في آب الماضي وحرمت البلاد بعدها من الكثير من المساعدات الدولية بسبب العقوبات وتشر أفغانستان سيولا في العديد من المناطق وقالت هيئة إدارة الكوارث أنها أدت إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 50 آخرين وأغلاء مسافات ممتدة من الطرق السريعة مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطات الأفغانية الجولدن بوز لفرقة مياس اللبنانية في برنامج المواهب العالمي في نسخته الأمريكية والرئيس ميقاتي مهنئا مياس العمل صوية يظهر الأفضل جزيلا 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 غير مياس وما تذكر ذلك؟ تشكل في عرب البلاد يبدون عبد المعجمات تشكل في مواهب العبادة أعلى موسيقى 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 الإبداع اللبناني إلى العالمية فرقة مياس اللبنانية تحصد الباز الذهبي في أمريكا's Got Talent وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوفق هذه اللحظة التاريخية والتي تألقت فيها فرقة لبنانية في العالم عاكسة الوجه الحضري والإبداعي للشباب والشابات اللبنانية فقد تمكنت فرقة مياس اللبنانية من حصد الباز الذهبي خلال مشاركتها في العروض الأولى لبرنامج أمريكا's Got Talent والذي سيمكنها من العبور إلى العروض المباشرة والنهائية واستطاعت الفرقة أن تبهر لجنة التحكيم والجمهور الكبير الحاضر الذي تفاعل مع رخصتهم بشكل لافت إذ كانت المفاجأة في النهاية بمنح النجمة صوفيا ذيرجارا الباز الذهبي عرب وموانية وموانية فرقة لجنة التحكيم والجنة التحكيم والجنة تحكيم والجنة تحكيم والجنة دورية عالمين أعلم خطر أن لا تحكيم والآن إلى الصفحة الرياضية مع داني حرب ذاك رئيس نيدي بي أجي بطل دور الفرنسي للفتبول ناصر الخليفة أنه عم يجري مفاوضات مع نيس لتعين مدربه كريستوف غالتيه بدلاً من الأرجنطيني موريسيو بوكاتينو فوضع الخليفة حد للتكهونات المستمرة حول زين الدين زيدان داول هوات النجم السنغالي ساديو ماني صورة للعب وهو عم يرتد أميس نيدي بار ميونخ واعتبر آخرين أنه رحيله عن ليفربول اخسارة كبيرة للفريق الإنجليزي أصيب البرازيل لنيمار ومرافقينه بالخوف بعد مطار الطائرته الخاصة للهبوط الاضطرارة بمدينة بوافيستا البرازيلية بسبب مشكلة بالزجاج الطيارة الأسطورة يوفانتوس وليع بارما جانويدجي بوفان أنه بيأمل أنه ينضم نجم أجنطين أنخل دي ماريا لفريق سيد العجوز بعد انتهاء تعاقده مع بي اجي وشدت بوفان أنه دور الإيطالي والبيان كونايري رح يكسبوا الكثير إذا لعب دي ماريا بإيطاليا ذكر نادي انتر ميلان الإيطالي عن تجديد عقد مدربه سيموني إنزاجي حتى حزيران 2024 بعد ما قادل فريق للفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي بالفутبول عيا نادي روساريو سينترال بأرجنتين كارلوس تيفاذ مدرب جديد للفريق لايتولا صاحب 38 سنة أول منصب تدريبي لإلو لمدة 12 شهر بعد ما سيره ناشحة بعالم كرة القدم كمهاجم حق خلال 26 الأب نالت الأمريكية سيرينا وليامز تصفيق حارب إنجلترا بعد ما خاضت أول مباراة من حوالها سنة بعالم التانيس ضمن استعدادات النجمة الأمريكية لخوض منافسية دورة ويمبلدون حيث عم تأمل الفوز بالقابل 24 ببطولات الجران سلام لمعادلة رقم الأسترالي مارغاريت كورت فببطولة إيستبيرن فازت وليامز مع زميلة تونسية أناس جابر على سارة سوريبستورمو وماري بوسكوفا بنتيجة 2663 و13 مقابل 11 كان هذا كل شيء في النشر المسائية شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة